الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من مصر يقول متى يجوز الكذب على الزوجة وهل هناك حالات يجوز فيها الكذب الكذب على الزوجة حرام والكذب كله حرام ليس هناك كذب يجوز على الزوجة الذي يجوز على الزوجة ليس كذبا وإنما سمي مجازا بالكذب إذن الكذب حرام شرعا والذي أباحه الإسلام ليس كذبا فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذب الحديث يقول ليس الكذب أي أن هذا الرجل لا يسمى كذبا ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فالإصراح بين الناس ليس كذبا ولو كانوا متخاصمين أنت تذهب إلى الرجل الأول تقول له قال فيك فلان كلاما طيبا وكلاما جيدا وهو يبلغك السلام الإصراح بين الناس لا يسمى كذبا ويقول خيرا وينمي خيرا قالت ولم أسمعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب الحرب في الحرب لا يسمى كذبا إذا قبض على الجند المسلم في الحرب مع العدو وسألوه أين يختبئ المسلمون وما هي خطتهم وأين وضعوا أسلحتهم فلا يقول لهم الحقيقة وهذا لا يسمى كذبا لأنها الحرب في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل مرأته وحديث المرأة زوجها رواه مسلم الرجل يتحدث مع زوجته فهذا لا يسمى كذبا فيما يتعلق بالحب فيما يتعلق بالحب بالحب لما يقول رجل زوجتها يعني أنا لأجلك سأشرب مياه البحر وأصعد إلى القمر وأتحدث إلى الشمس وأوقفت ركب الزمان أحدثه عنك وهكذا فالرجل إذا عبر عن حبه بهذه المبالغات التي لا حقيقة لها لا حقيقة لها فرجل يقول لزوجته ليعبر عن حبه أنا على استعداد أنا أشرب مياه البحر لأجلك ولا يشرب يعني لا يشرب حتى مياه الآبار ولا مياه الويديان ولا مياه الأمطار ولا مياه السحاب فكيف يشرب مياه البحار لكن هذه كلمة مقبولة في عالم الحب والعسق وليست كذبا كذلك المرأة يسألها زوجها وقد يكون في قلبها شيء لكنها تقول له أنت سيد الرجال وأنت بطل الأبطال وأنت الفارس المغوار وأنت الجمال كله واللطافة كلها والكرم كله أين منك حاتم الطائي وأين منك وهكذا يجوز هذا ليس كذبا وإن كان فيه هذه المبالغات فالذي يعتقد أنه يجوز أن يكذب على مرأته في كل شيء فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز الزوجة تقول لزوجها اشتري لنا دواء من الصيدلية فيكذب ويقول الصيدلية مغلقة هذا كذاب هذا كذاب لأن الكذب الذي يجوز فيه الكذب على الزوجة أو ما يسمى كذبا مجازا هو ما يتعلق بالعواطف ما يتعلق بالعواطف إذا قال رجل لمرأته أنا لا أنساك أبدا هو في الحقيقة هذا كذب لأننا متأكدون أنه ينساها في العمل ينساها في الصلاة ينساها أحيانا ولكن هذه العبارة مقبولة هو يقصد غالب الزمن أنه لا ينساها وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث رجل مرأته ليرضيها ليرضيها رجل يتحدث مع زوجته ليرضيها فإذا أخبر الرجل مرأته أنها أجمل من في الأرض ولعلها ليست أجمل من في الأرض وربما هذا مؤكد أنها ليست أجمل ما في الأرض ولكن العبارة مقبولة شرعا لأنه يحدثها ليرضيها إذا أخبرها أن عينيها عينيها أجمل من الغزالة وأنفها أجمل من كذا يعني هذه المبالغات كلها تجوث وليست كذبا والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس يعني الإصلاح بين الناس وفي الحرب وملاطفة رجل لمرأته ليرضيها هذا كله مما يجوز وليس حراما والصدق ليس مطلوبا في كل مكان وفي كل موقع ولو مع العدو روى الإمام البغوي أن رجلا قال في عهد عمر رضي الله عنه لمرأته ناشدتك بالله هل تحبينني في عهد سيدنا عمر رجل سأل زوجته ناشدتك بالله هل تحبينني فقالت أما إذا ناشدتني بالله فلا يعني قالت له بما أنك ناشدتني بالله فعلي أن أكون صادقة معك فأنا لا أحبك عجيب فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها يعني بعد أن أخبر سيدنا عمر بما وقع أرسل إليها سيدنا عمر فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك فقالت نعم يا أمير المؤمنين ناشدني الله يعني سألني بالله أفأكذبه يعني أفأكذب عليه وقد ناشدني بالله قال نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن الناس يتعايشون بالإسلام والأحساب يعني يريد سيدنا عمر أن يقول هذه المرأة لا إثم عليك لا حرام عليك أن تقولي لزوجك أحبك أحبك هكذا لأنه زوجك لتوضيه فالكلام مع الزوجة ليس دائما على الرجل أن يكون صادقا يعني رجل سألته إمرأته وقالت له ما لي أراك حزينا أخبرني بما في قلبك فقال لها أنا حزين لأنني تزوجتك هذا كلام لا يقال لا يقال ولا عبارة بأن يقول الرجل في هذا المقام كنت صادقا كما قالت هذه المرأة وإنما يجوز أن يبدلها من الغرام ويجوز أن يبدلها من الكلام الطيب فمثلا رجل يكون مريضا ولكنه لا يريد أن يخبر زوجته فتسأله ما بك يا رجل ما بك يا رجل فيقول أنا بخير والحمد لله هذا ليس كذبا لأن الرجل هو الذي يحمل همه وحده فلا يقول أنا مريض وقال لي الطبيب ويحزنها كذلك رجل يزور والدته فتسأله ما بك يا ابني فيقول من باب الصدق سأخبرها لقد وقفت في المحكمة وقال لي القاضي وقال لي الشرطي وأنا مريض وأخبرني الطبيب أنني أصبت بمرض كذا وكذا فيحزن والدته ففي هذا المقام يجوز أن يقول لوالدته أنا بخير والحمد لله وأبشري خيرا وأنا سعيد وهكذا إذن الكذب في الإسلام حرام وما يقوله الرجل لزوجته تحببا إليها ليس إثما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة